وخد بقى من كده كتير قوي وكان دايما نو ابدا النظرة هو الاهلي ده في التوى وليه كده هو ليه الاهلي بيضمه فلان وفلان وفلان هو الاهلي هو اللي بيخرب الاندية هو الاهلي هو اللي بينطه من الشباك الاهلي هو اللي بيفرغ الاندية من نجومه كل الاندية من حقها تضم وكل الاندية لما بتجيب لعبة بيدعم صفوفه وتتوجه له التحية وبرافو وبنى فرقة كويسة لكن لما الاهلي يجيب حد يبقى بيفرغ لما تيجي من الاهلي يقولوا تفريغ مش ده اللي بيحصل بص يعني قعدوا يجمعوا بتاعوا قالك حاجة وستين لاعب في عشر سنين في عشر سنين طب لما يكونوا حاجة واربعين لاعب في تلت سنين ولسه الموسم مخلصي يبقى من اللي بيفرغ وبعدين بيفرغ لا ده بيفرغ ولا ده بيفرغ مش هدف حد ان يفرغ مش هروح اتطوع عد فلوس عشان افرغ فرغ ليه واخد بالك ولما تقلبت الاهة دلوقتي والاهلي مكسبش ما هو كسب برضه صحية طب انا نادي الاهلي بيفرغ طب نادي جاب 17 لعب وكسب دوري وكسب ورجع غير منهم 12 في الموسم او 13 في الموسم اللي بعدين هو حر رؤيته الفنية كده زمالك هو حر رؤيته الفنية كده السنة دي وصل ل 11 لعب حتى الان وممكن يجيب من اتنين الى ثلاث لعيبة كمان غير غير انه عنده لعيبة اجانب مضاها زي سيسيو بيعيرها لانه ما عندهوش مكان ليه واخد بالك خد الاستغناء فعلا ورح بيطلعوا عارة دلوقتي يعني برضه فيه لعيبة تانية في الطريق والله اعلم بعد ما اتفتحت العملية للاعيبة الفلسطينيين والسوريين ان يبقوا مصريين يعاملوا معاملة المصريين هتكون الوضع ايه واخد بالك يعني فيه لعيبة مرشحة كتير جدا ممكن تيجي بالطريقة دي فعلى اي حد هذه ازدواجية في التقييم الصمت المطلق عندما يحصل الاخرون على احتياجاتهم ده خلي بالك انت بص على الالو الزمالك لا بص على الاندية حتى بتاعت القاع بيغيروا بالخمستاشر والعشرين لعب احيانا طيب انت بتقول ازدواجية ما فيش ازدواجية اكتر من انه الاهل متهم انه الاهل اللي عايز يزود عدد الاجانب مش كده ده اللي رائج اليوم من دول لا 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 خلاص بطلوه طيب الزمالك بطلبها راسمي دلوقتي وانت بتتكلم كابتن طرق يحيا ضيف شريف عامر على ام بي سي مصر لسه محمود المخبز دلوقتي بيبلغني بيطالب بقية خمسة اجانب خمسة اه لما الزمالك يطالب خمسة يبحق ولما الاهل يطالب اربعة يبقى لا والاهل ما طالبش اللي ده حاجة الاهل بتحصل كون المرة ازاي الاندية المنافسة بتبقى عايزة طلب بس يتيبك تشوف انت اللي تتهاجم وتلفوش المدفع وهو يا تبين انها معطاردة لكن لو اتخذ القرار اسرع ناس يكونوا مجاهزين نفسه ما فيش حاجة اسمها كده والاهل يطالب عز عشرة اجانب انتوا مالكم اتحاد الكرة حياخد ايه هو ده انهم مهم ايه يوم يقول عشان يحرقها لك بدري لداهي هل يكون فيها مصلحة للاهل يعني اه لا سمح الله ولا حاجة فيقولك الاتحاد يرضخ لرغبة الاهل طي ما رضخش النهاردة مين اللي بيطلب خمسة اجانب خمسة اه دلوقتي كابتن تريحي بيطالب بيه وقال له رؤية فنية يعني ما يشيده كل واحد يطلبه اللي هو عايزه ما فيه دوريات كبيرة ما فيهاش تحديد لعدد الاجانب واخد بالك لكن مش هي دي النقطة النقطة انت بتقيم تصرفات الاهل ازاي بتقيم تصرفات الاخرين ازاي لماذا الاهل بيفرق عملية قرصنة عملية بصلت الى حد التجاوز بلطجة عملية مش عارف ايه لكن هي عمليات شرعية ومتاحة وطبيعية جدا للاخرين اهضار مال عام عندك والاخرين محدش بيجيب سيرة طب والحد بيفتحه بتجيب كل ده وبتمشيهم ليه اللي حاسب ومع هذا انت بتقول انت حر اعمل اللي تعمل وانا بقول انت حر جمعيتك تحاسبك جمعيتك تحاسبك انا مالي ايو اعمل اللي انت عايزه اه واذا كان هناك فيه خلل اه مالي تستحق تدخل الدولة الدولة بتراق هو ده الكلام لكن الاعلام يبقى هو المعنى باطلاق التشبيهات واطلاق الاتهامات واطلاق الاوصاف ده اللي بيخليك تقول ازواجية في التقييم انت عارف ان ده حتى بشماندس بيخلق صورة سلبية قوي على النادي وعلى الاسم عند الجميل حتى بره مصر هو ده المقصود يا باقي هو انا لما بقولي النادي الالي اتعرض لهجمة اعلامية لتشوي تاريخه وحيانا اقول اختراق ودلل وعندي لو عايز ادلل حدلل يعني ايه معناها ده انك انت بتخشى من ده اللي انت بتقوله ان الاعلام صاحب الهوية هو المراسلين للخارج هم اللي بيعطوا الاخبار للخارج هم اللي بيعملوا الصورة بيعملوا الصورة الزهنية هم اللي بيعملوا المناخ اللي الناس تحاسب عليك تعرف تأكيد اللي كلامك الاسبوع اللي فات كنت ضيف بالليل القناة الرياضية السعودية عندها برنامج اسمه لالي القاهرة رائع يعني فيه دفء مشاعر ده من نسبة البطولة ولا نسبة البطولة اه يعني حيوعب بعديه اه انا حتى كتبت وطلبت انه يعني ده لازم ان يستمر مثل هذه البرامج اللي بتربط الدول العربية الرياضية ببعضها ايه ايه لازم تبقى موجود لان انت من سلبية البطولة دي ان احنا اكتشفنا ان احنا واحنا اشقاء مش عارفين بعض مش كده بس ده انت عارف فرق طب انت تعرفت على كم معلق وكم محلل مثلا وليتهم حاجة رائعة جدا ها فليتهم بيقولوا الاهل في مصر نادي السلطة ايه يعني حتى اللي فيهم ما لوش علاقة بنادي الهلال فشاف الهلال اه عشان يدربك يستخدم الفاصل فبيقولك ايه الهلال زي الاهل في مصر نادي السلطة والحكومة والمسؤولين قلتونهم انتوا جابيني الكلام ده من ايه وهم نصحفين طبعا كبار بس الصورة اللي راحت لهم خلال سنين طويلة وبتريح يعني انت لما تديني سبب اقوله انت متفوق علي عارف لما تنقش اعلاميا فانا اقول ايه اصلا كان الارحمه عم جدا نعمان بيحبه وكان مش عارف ايه ها طبعا ما ده ده اللوعة فلا لما تيجي لأيه التاريخ وتلحح بعد شوية بقيت انا المظلوم وانت اللي خدت حق بتاعي وهو مش بتاعك رغم ان انا اكفأ منك وهذا غير حقيقي لان هذه صورة يعني معلبة بيتحقن بيها عقول الناس ودمائرهم تعرف لما تيجي عادت نقش ما هي ما مخوفني في القادم الا الحاجات دي اه طبعا بس اشتركوا في القناة